عايز أسألكم على أفضل تشكيلة شفتوها في التلات أسابيع في الدوري المصري يعني إيه اللعيبة اللي لفتت نظركم بصا كريم دايما التقييمات بتبنى وده اللي تعودنا عليه إن بتبنى على اختيارات وقناعات شخصية فبتتغير من حد للتاني من محلل للتاني من العيب للتاني وده اللي تعودنا عليه دايما وده بالمناسبة مش غلط يعني كل واحد يقول رأيه زي ما هو عايز لأن الكرة تبقى هي مش حاجة مطلقة ولا مجردة لكن دايما بنتعامل بنحاول نصل إلى المعيار نقدر نوزن من خلاله الأمور ويبقى ده الستاندر اللي إحنا من خلاله هنبتدي نشتغل عليه بعد كده إن الناس تنتظر مننا معيار مش هنقول دقيق بنسبة 100% لكن معيار أقرب إلى الدقة والمنطق البعيد عن الأهواء لأنه دايما الناس بتقول لك والله إذا راجل أهلاوي فبيختار لعيبة أكتر من الأهلي أنا بحب الأهلي فأختار نص الفرقة إن لم يكن كل الفرقة من الأهلي أو الزمالك أو العكس وده بالمناسبة مش بس يا قصة أهلي وزمالك ده بيظلم لعيبة كتير في أندية كتير بتكون عاملة أداءات ومقدمة أداءات قوية جدا بضحية الأهواء بقى بنت أو ده طبعا وده بيعمل حالة من الشك عند الجماهير لكن إحنا يمكن خلينا نقول ده يا كريم إنه إحنا هنحاول إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية ونثبت ده مع كلما أمكن إما من خلال التوقفات أو كل جولة إن إحنا نطلع فريق الجولة بناءا على أرقام بناءا على معطيات في كل مركز حسب واجبات كل مركز هنقول إحنا ليه اللعيب ده هو أفضل حارس مرمى بناءا على متوسطات يعني الأرقام اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة فيما يخص كل لعب وكل position هي خاصة بمتوسط عشان ما حتش يقول إيه ده عمل تصدي واحد في المباراة أو عمل ثلاث تصديات في المباراة أو عمل خمسين باس لا هو ده متوسط لأن في بعض اللعيبة لعبة مبارتين مش تلاتة صحيح ففي بعض اللعيبة للاعبة مبارتين طلعنا له المتوسط المبارتين واشتغلنا على المتوسطات فأي أرقامة تظهر على الشاشة هي متعلقة بمتوسط حلو أداء كل اللعب ورينينا بقى وأنا وقسة هنفضل كل شوية نجد لك طيب هنقول لك ده 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 مش حالة طيب ده حالة أول أول لعب معنا وخليني أقول لك أنه هو اللعيب اللعيب الوحيد في المركز ده اللي خد من الربطة في التلات جوالات في مركز حرصة المرمى حارس مرمى نادي المقولين العرب محمود أبو السعود محمود أبو السعود قدم أداءات قوية جدا وده يمكن أبرز أرقام محمود أبو السعود في خلال التجوال متوسط أرقام محمود أبو السعود تصدي بقبضة اليد الوحدة بسبع مرات تشتيت للكرة تسع مرات تمريرات صحيحة خمسين اللمسات مية واحد لمسة خلال التلات مواجهات كمتوسط ده رقم كبير جدا لما أجي أتكلم على حارس مرمى أنه يلمس الكرة ميت مرة في التلات مواجهات المتوسط بتاعهم 33 ده عدد كبير جدا ده بيقولك أنه رغم وجود تلاتة في الخط الخلفي مع الكابتن شاو إيه غريب اللي أن محمود أبو السعود بيساعد في بناء اللعب مع ارتلاث الخط الخلفي وده مش بس اداله أنه هو بيساعد في بناء اللعب لأ كمان أرقامه ميازة جدا على صعيد التصديات خد مانوف داماتش قد مباريات جيدة جدا مع كابتن شاو متوفق ماشي كويس جدا متوفق ماشي كويس جدا ده أنا عديها لا لا دي مع شميدي أنا عديها اللعيب اللعيب التاني لعيب عودته يا كريم يمكن كانت بمثابة الطمقنينة لجماهير فرقته وكانت بمثابة الطمقنينة في بوزيشن بيعاني منه منتخبنا الوطني من نقص كبير جدا جدا لعيب لما غاب ابتدنا نعمل عملية الريبليسمينت أو التعويض بلعبة تؤدي في هذا المكان حتى في منتخب مصر لعيب لما رجع قدم أداءات جيدة جدا في الثلاث جوالات وفي مباراة السوبر ورغم أنه مباراة السوبر مش دخلة معنا في التقييم لكنه لعيب أكيد مش هيحصل عليه خلاف طبقا لأرقامه مش طبقا لقناعتنا الشخصية أكرم توفيق هو صاحب مركز الزهير الآيمن في تشكيلتنا طبقا لأرقامه في الثلاث جوالات عمل متوسط ثمان تدخلات نجاحة في المباراة أربع عرضيات كل مباراة بيصنع أربع فرص يعني الكرة العرضية بتروح كرة صحيحة داخل الثمنتاشر أربع مرات كمتوسط في المباراة مية واثنين تمريرة صحيحة وتمن تمريرات طولية صحيحة لأكرم توفيق الزهير الآيمن اللي موجود معنا في تشكيلتنا للأفضل في الثلاث جوالات حلو اللي جاي مش هنختلف مش هنختلف بس مش هنختلف خالص مع جامي بس يحسب لازم ندي كل حتحق يعني كون منصفين يحسب لكلر أنه خد قرار المغامرة به في أول مباراة وانت رايح بتلعب باتحاد ميستري في تونس براف عليك وطبعا أكرم لما بيمسك ما بيسيبش بس أقول لك حاجة بها من مناسبة المغامرة بتاعت مارسي الكور أكرم توفيق لما نزل التدريبات أول ما رجع من الإصابة الرباط الصليبي كان بيعمل تدخلات قواية جدا وكان بيلعب بمنتهر قوة لدرجة أن الجهاز الفني ندهله وقال له إيه ده ده في التدريبات فهو برضو أكرم بيتحسر خطواته هو مفيش أكرم وكاني أقول لك يا كريم كمان إنه أكرم ودايما الناس بتختلف كنا من الكلام أوف آير على قصة هو زي اللعيب يتقال إنه يرجع بعد 7 شهور ويرجع بعد 6 أقول لك أنا زي بيرجع بعد 6 لأنه الجهاز الطبي في أي فريق بيجي يقول الأفريج بتاع العودة بعد 7 شهور فممكن العيب يرجع قبلها بشوية أو بعدها بشوية تبقى لحالة اللاعب حفاظه على التمرينات بقى لها علاقة بالجيناتيكس أو باستعادة الاستشفاء السريع أكرم توفيق قبل عودته بشهرين مع نهاية الموسم الماضي كان بيقاتل للحاق بما تبقى من الدوري لكن آثر الجهاز الفني لنادي الأهلي إنه ما يشركش أكرم توفيق كلام الأهلي ده كلام دكتور كلام طبيب أنا أعاد جنب طبيب ناس كثير من طعبش محمد جبال دكتور أصلا بالمناسبة يعني أنا عالين معنا طبيب هنروح بقى للمركزين اللي مهمين جدا نقول واحد منهم بالنسبة لي كان مفاجأة هنروح لمركزين قلب الدفاع أو الاثنين السيدي أمز اللي موجودين وهروح لأولاني هو واحد بالنسبة لي هو واحد من ضمن الفريق الأمتع بالنسبة لي في الثلاث جوالات الأولى هو بالمناسبة مش الأهلي ومش الزمالك فرقة للتحاد السكنداري وتحية لأستاذ محمد مصالحي تحية لجمهير للتحاد السكنداري اللي في التوقيت ده بتدعم فرقة للتحاد السكنداري بشكل أكثر نفعا لأنهما كانوا ضغطين بشدة خالد صبحي خالد صبحي سنتر باك مقدم أداءات جيدة جدا جدا بالمناسبة فرقة للتحاد السكنداري كانت بتعاني بشدة ودي أهم أرقام خالد صبحي ومتوصلته خالد صبحي سجل هدف في فوز التحاد السكنداري وعودته أمام الجيش الهدف الثاني وكان هدف التقدم الثلاث نقاط لأربع تزديات على المرمى عشر تدخلات ناجحة 147 تمريرة صحيحة وخمس تمريرات طولية لخالد صبحي خالد صبحي عادل اكتزام بشكل كبير جدا جدا لخطة فعل التحاد السكنداري خالد صبحي آه تغير علي محمد صالح وتغير علي محمود علقل بعد طرده في ثاني مباريات للتحاد السكنداري لكن خالد صبحي واحد من أهم الأوراق اللي أنا شايف أنه استفاد بيها للتحاد السكنداري عقب خدومه من صيراميكا واحد من أهم التدعمات اللي عملها للتحاد السكنداري لأن خطة فعل التحاد السكنداري كان فيه أزمة كبيرة حالو تعال ناخد بقى المدافع التاني وتعال نجري شوية في التشكيل عشان الوقت هنا مايروحش طيب هنروح لي مركز الزهير الأيصر وهرجع عليك تاني اللي أنه من نفس الفريق مركز الزهير الأيصر وصبر الرحيل صبر الرحيل مقدم من الموسم الماضي صراحة مقدم مستويات جيدة جدا جدا وخيرا أقول لك أن صبر الرحيل قبل ما نروح ليه أهم أرقامه ونقول أهم أرقام صبر الرحيل صبر الرحيل مميز جدا الموسم ده كريم ونهاية الموسم الماضي دقة العرضيات بشكل جيد جدا لدرجة أن نخليني أقول لك أنه متوسط عرضيات و11 عرضية في المباراة في المباراة الأخيرة تحديدا في شوت 1 صبر الرحيل عمل 11 عرضية منهم 8 صح 8 عرضيات بيصلوا إلى مهاجم ويصلوا إلى لعب نادر اتحاد السكندري بعد الكروس صبر الرحيل مهم جدا أنه موجود في تشكيل متأكد لولا العمر لأنه عنده 35 سنة كان أكيد هيبقى في المنتخف دي أهم أرقام صبر الرحيل طبعا 3 التحامات ناجحة في المباراة 6 تمريرات طولية 86 تمريرة صحيحة 11 عرضية و5 صناعات للفرص وده الرقم الأبرز عند صبر الرحيل دقة العرضيات بيحول هذه العرضيات كان في مباراة الداخلية كان عمل مباراة كبيرة وصبر الرحيل أريد أنه في مباراة الجيش كان مرشح أنه يكون عمل مباراة كبيرة جدا مع أستن أموت وباقي فرقة الاتحاد السكندري أريد أن يطلعونا السنتر باكت تاني يطلعونا السنتر باكت تاني مين باكت؟ محمود مرعي محمود مرعي واحد من اللعيبة المميزة جدا كان قريب من الانتقال أحد أنديوط القمة في الموشم من الحل اللي كان أثر فيوتشر بسبب الكونفدرالية وواحد بالمناسبة من اللاعبين لولا اشتراك فيوتشر في بطولة الكونفدرالية وتعرضوا مع معسكر المنتخب واحد من اللعيبة اللي هتشوفها في كل معسكرات المنتخب لأنه معجب جدا بي روي بيتوريا لأنه عنده حاجات كتير جدا مفتقدها روي بيتوريا منها بناء الهجمة من الخط الخلفي وكمان تدخلت ناك حاجة جدا أنا كنتم استنينك تسأله سأله ما سألتوش منعم ولا لغني بقى ناديف من عندئة الأخ degener لكن انا عايز بي محمود مرعي عشان مرأة هلت呓ينا لكم النادي الاهلي النادي الاهلى كان قريب جدا بـ ونادي البيراميدز اغلق ك autor الخط الخالفي أنا عارف انت عايز تجري رقم count cdm أكثر تطوراً واللاعب الأميز في هذا المركز خارج الأهل والزمالك اللعيب اللي انضم المعسكر منتخبنا الوطني مروان عطيه لعيب كان قريب جداً من الانتقال لأحد أندية القمة وكان الصفقة الأبرز دي أنا عارف كان الزمالك كان قريب جداً والصفقة الأبرز للحج محمد مصلحي بقاء لعيب الاتحاد السكندري اللي أبرزهم مروان عطيه اللي قدرين يقودوا الاتحاد لهذه الأدئاب بهذا الشكل لعيب مفاجأة وبيوظفوا السيزن الحالي في أكتر من بوزيشن كابتن أحمد سامي ورغم البداية المتعسرة لسرامي جرام انت كام على مروان عطيه نقلت من مروان عشان نجري شوية عشان الوقت اللعيب اللي بعده اللي بيتوظف وبيحاول كابتن أحمد سامي وظفوا أكتر من بوزيشن وظفوا في الجناح مركزه الطبيعي وظفوا خراس حربة تاني لكن التوظيفة الجديدة بتاعته كان لعيب مركز 8 وخروج محمد ربريم عطرف ميدو جابر أرقام مميزة جداً جداً لميدو جابر شكل جديد رغم اقتراب رحيله قبل بداية الموسم من سراميكا كليباترا لكن أحمد سامي أعاد الحياة مرة تانية لميدو جابر ورجعه أنه أقدم أرقام لعيبة مركزها الأساسي مركز 8 مقدمتهاش ودي أهم أرقام ومتوسطات ميدو جابر في المباراة تسجل هدف وحيد ليه 3 تزديدات في كل المباراة على المرمى 3 مرواغات ناجحة مش كله أرقامه في الثلاث مباراة ده متوسط أرقامه في الثلاث مباراة يعني متوسط في المباراة الواحدة بيعمل الأرقام دي يعني تضرب الرقم في 13 ترف تقريباً المتوسط برضو لأن الأرقام دي أب هند دون من مباراة التانية ده كده اتكلمنا على ثنائي الستي دي أم أو ثنائي وسط الملعب هنروح لاثنين لعيبة مميزين جداً واحد اللعيب الوحيد اللي حصل على جائزة رجل المباراة مرتين كريم بامبو لعيب شايف أنه يستحق وكان يستحق فرصة فيه منتخبنا الوطني كريم بامبو بيقدم أداءات جيدة جداً للموسم الثالث على التوالي آه كان عنده بعض مشاكل للإصابات حتى وهو في الإسماعيلي في أحلق فترات الإسماعيلي والإسماعيلي وكانش بقدم أداءات كبيرة وليه غافظ بصراحة عطاله شوية طبعاً طبعاً يغافظ المشتطة اللي أنا لما اتكلمت يعني مع كريم كريم بامبو لعيب يستحق وبشدة التواجد فيه التشكيلة الأفضل لثلاث مواجهات الأولى هدفين مشجلين خمس تزديدات ثلاث سناعات للفرص في كل مباراة أربع تمريرات صحيحة في كل مباراة في التلت الأخير من الملعب واحد وخمسين لمسات بيقصم على كل كورة في التلت الأخير لفريق البنك الأهلي آسد بيعتمد عليه كابتن خالد جلال بشكل كبير جداً نروح لي اللعيب بقى اللي اتكلمنا عليه كتير جداً 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 واللعيب اللي شايف أنه أثير الجدل كثيراً على عدم ذهابه لمنتخبنا الوطني كريم فؤاد كريم فؤاد يستحق وبشدة قبل ما نقول أي أرقام كريم فؤاد يستحق وبشدة كريم لعيب جوكر أجادة وأبدع في مركز الجناح الأيمن لكن كريم فؤاد لازم يتواجد في أي تشكيل يتواجد في تشكيلة النادي الأهلي يتواجد في تشكيلة منتخب مصر يتواجد في تشكيلة أي فريق لعب يجيد اللعب في كل مركز على الأطراف مركز الظاهير الأيمن والأيصر الجناح الأيمن والأيصر أهم أرقام كريم فؤاد سجل هدفين صناعة أهداف هدف متوسط صناعة الأهداف هدف تزديدات 8 مراوضات 6 تمريرات صحيح 27 لأن كريم فؤاد ساهم في صناعة 3 أهداف هدفين في المباراة الأخيرة وهدف في مباراة الإسماعيلي لشاد حسين أخيراً هنروح لي المهاجمين المهاجمين هنروح ليه الدبابة البشرية كريم رمزي لاحظة حاطة كريم بابو كريم فؤاد حطاني معاهم كريم رمزي مهاجم محايد مهاجم محايد المهاجم شايف على التشكيلة دي كمان المهاجم المهاجم اللي يستحق الكثير هنجدين مهاجمين أفرق بالمناسبة واحد منهم هو مميز على صعيد الصناعة على صعيد التاكتك على صعيد المساهمة رغم البداية برضو المتعثرة لسيراميكا كليباترا هو جوني بوكا جوني بوكا لم يقدم أوراق اعتماده مع سيراميكا بما يمتلك من إمكانيات لكنه قدم أداءات على المستوى الخططي وعلى مستوى المساهمة والمشاركة والحصول على الكرات الصناعية والكرات الهوائية والمشاركة على المرمى والتزديد على المرمى جوني بوكا هو واحد من أهم المهاجمين الموجودين في الدور المصري حاليا كسب 3 التحامات 23 التحام صحيح كل دي متوسطات بنأكد تاني نعم متوسطات 4 مراغات 7 تزديدات وهدف وحيد حتى لأن اللاعب الأخير اللي اختتم به التشكيلة هو مهاجم نادي الاتحاد السكندري وطبعا الاتحاد السكندري واخد الحظ وفيه التشكيلة بعد الأداء المبهر في التلات جوالات وكان ضيفك كريم وكان وشك حلو عليه أوستن أموتو أوستن أموتو بيقدم أداء مبهر حتى في المباراة الأخيرة أمام الجيش لم يسجل لكن أوستن أموتو سلاح فعال خوي جدا لدرجة أن لعيب بحجم مابولولو بيقعد على البنش كالعيب أساسي وزوران مانروبيتش لا يعرف مابولولو ولا يعرف أوستن أموتو غير مجرد أسماء لعبين قبل قدومه لكن بعد ما تعاقد نادر الاتحاد مع أوستن أموتو شاف أنه المهاجم الأبرز اللي قدر يقود تشكيلته وفي الآخر يدعم هذا الشكل أرقام جيدة جدا متوسطات 52 لمسة للمباراة وده التشكيل الكامل محمود أبو سعود أكرم توفيق خالد صبحي محمود مرعي صبر رحيل مرعان عطية وميدو جابر اتنين أجنحة كريم فؤاد وكريم بامبو اتنين مواجمين جماعة محمد جمال حاطرنا التشكيل أمسل للتهاية جولات في الدوري المصر بناء على أرقام اللاعبين دول عشان كده هتلاقي أسماء مش أهلي يعني هو بس فيه اسمين من الأهلي ما فيش أسماء من الزمالك وباقي اللاعبين وما فيش أسماء من بيرامد باقي الدوري المصري موجود هقول لكم تاني محمود أبو سعود في حراس المرمى أكرم توفيق خالد صبحي محمود مرعي صبر رحيل في الدفاع مرعان عطية وميدو جابر في وسط الملعب وقدام فيه كريم بامبو وكريم فؤاد وأستن أموتو هم حطوا كده لاتنين أستن أموتو أستن أموتو ميني تانين هو قوي جون إبوكا جون إبوكا قوي جدا بس مش دركة مش دركة استن أموتو وجون إبوكا سيبوا بعض تشكيل بس نعدل أستن أموتو دي ونخليها جون إبوكا رأيك إنت بقى يعني أنت لو عايز تشيل حد وتحط حد أنا مش هشيل حد بس أنا مثلا يعني جيمي عملها طبعا على الثلاث جوالات أنا بيعجبني في المساكين بيعجبني خالد رضا جدا رغم أن العيم إيش عليك خالد رضا خالد رضا آه خالد رضا ممتاز وكنت أحط منعام الصراحة عشان يعني يعني ركيزة مهمة للمنتخب آه ومحموم بتقول لعمل شغلي رائع جدا بس خلاص تقريبك إنت حنعرفنا أنا سكر يعني يعني كريم كريم وأكرم الاتنين لحطوم جيمي الحقيقة مفيش حد بجميع الأهواء في الكرة المصرية الكريم هيشيل الاتنين دون طبعا ف كريم بامو بصراحة برضو عامل أداء رائع جدا 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 أستحبت يعني أعطي يعني أعطي التشكيلة فعلا هاي التشكيلة الأمس رسول رحيل عشان تبعت أنا في التلات مباريات أنا بصراحة حتى كنت أتكلم مع بعض أصدقاء النهاردة بس هي صعبة صعبة جدا لول أعمل السن فعلا لول أمكن جدا يخش بك لفت بس عارف أحيانا أنا بحط نفسي مكان بقى صبر رحيل بحط مكان نفسي أعمل إي تاني بحط مكان صبر رحيل وبحط نفسي برضو مكان فيتوريا صبر رحيل أعمل إي تاني بالزبط أنا طبعا أنا أعملي عملي 25 سنة المحني بس أنا أحسن واحد في الدولة في مركز فغير الأيسر حتى يازل لحظة ما انتخدش المنتخب بس في نفس الوقت فيتوريا بيفكر فيها أنه أنا بابني بابني جيل جديد أكيد بعد 4 سنين صبري يعني ربنا يا ربي يحفظوا ويدلوا الصحة بس 35 34 39 المرة هتبقى صعبة فهي معضلة صعبة جدا جدا للتنين المتعلقين جدا طيب ده تشكيل الله أفضل فيها 3 جوالات في الدوري المصري